موطف عبدالقادر بالحاج الملطب بطوبيس من الثورة الجزائرية التحريرية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأشتر مصدر أو مرجع المعلومات با موطف بالحاج من الثورة التحريرية انضم بالحاج إلى صفوف المصليين بالوانشاريس بعد اندلاع الثورة حيث جندته الاستخبارات الفرنسية في تنظيم عستعين مسلح باسم الحارة الوطنية الجزائرية عام 1955 ميلادي هذا التنظيم كان مضادا للثورة حيث عطلها واستنفذ طاراتها المادية والبشرية بدل توجيهها لضرب العدو الفرنسي أصبح يعرف بطوبيس وهو الاسم الرمزي الذي أطلطه المرتبة الثاني للعدو بالجزائر العاصمة لبلحا الذي تحول عن طناعة من وطن إلى جاسوس مندس في صفوف الثوار من قبل الاستخبارات الفرنسية وفي سنة 1955 ميلادي ارترح هذا العميل على مصالح العدو الفرنسي بتجهيز جيش خاص فأصدرت أتي الأخيرة تعليمات لمصالح الأمن المحلية وللبشاغ أبو علم بإمداده بالإمكانيات المادية والبشرية وقد تمتن هذا الأخير في بداية العام من خداع ستان نواحي شلف الأصنام حيث وعدهم بأنه سيتون منهم النواة الحقيقية للثورة فصدقوه باعتباره تانا مناظلا في حاطة انتصال الحريات الديموراطية وتجند التثيرون في صفه فاتخذ من إحداث تنات العدو ما تزل له تانا جل أتباعه من الفطارة والمعدومين جمعهم من نواحي عين الدفل وآخرين من العاصمة ومنهم من انضم عن طناع ومنهم من أجبر على الانضمام وقد تتلفت السلطة الفرنسية بتسليحهم حيث قدمت لهم بنادر فردية قديمة منها بنادر سيدلوبي نمط 1886 ميلادي موسطوط هذا للجنود أما الضباط وجهازتهم بمسدسات وتجند طوبيس في البداية حوالي خمسون شخصا تانوا يجالون حقيقته إلا صهره الزيان محمد المدعو ناصر وسادر بوزيان محمد المدعو خالد وهو من أطاربه في حين زعم أمام جنوده بأنه سيكون جمعية تحريرية حقيقية تتاتل ضد الشيوعيين والشيوعية التي مثلتها جبهة التحرير تم يزعم تمتن بالحاج في سنة 1956 ميلادي من شاحرة عسترية تاملة شتلت خطأا على الثورة حيث طعمت بمنع الاتصال بين المجاهدين والستان ونذكر على سبيل المثال المصمودي أحد أتباع طوبيس طعم هذا الأخير بمنع المدنيين من التواصل مع الثوار ولم يرتفي بهذا بل طعم بسلب ونهب أموال عدة عائلات في منطقة الأصنام وسرقت حلي النساء ما دفع الجلال بن عام إلى مواجهته وإعدامه ويذكر مصطفى بن عمر أن طوبيس كان يتواصل مع جان فوجار وكان يلتقيان في تنيسة السيدة الإفريقية وهنا بدأ المجندون من أتباع طوبيس يتسألون عن حقيقة هذا التنظيم والسبب مواجهته لقوات العدو عن عدم تحصن طوبيس وعن غض السلطات الفرنسية الطرف عن أعماله وتحركاته ودوافع تقديمها للمساعدات له هذا بالإضافة إلى تزايد شتوتهم بعد سماح السلطة الفرنسية له برفع العالم الجزالي إلى جانب العالم الفرنسي وفي عام 1957 ميلادي تمتن طوبيس من تجنيد 400 رجل وانتشرت حركته بين هضبة الشلف وجبال وانشاريس ووادي الفضة وفي شهر مارس من نفس السنة كلف الملازم الأول أوتس بجال طوبيس يعمل في العالم إلى جانب فرنسا بعدما كان على اتصال سري مع النقيب هانتيت المسؤول عن السير الحسن للحركة ببني بودوان والنقيب تونيل مسؤول الشعب الإداري المتخصص شهدت سنة 1957 ميلادي قيام طوبيس بمجموعة عمليات ضد جيش التحرير الوطني مما جعل بعض أتباعي تأتدون من طبيعة تنظيمه الموالي العدو فبدأوا يفرون من صفوفه ويلتحرون بجيش التحرير بعد عرض الاتصالات مع طاعدة الولاية الرابعة في حين أصبح طوبيس يخاف من فرار رفع جنوده فلجأ إلى أسلوب التهجيث ثم عرض تحالفا مع البشارة بوعلام اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد مجيد المترجم للقناة